جاء إعلان وكالت بلومبرغ عن زيارة مرتقبة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان إلى مصر منتصف الشهر الحالي ليسلط الضوء من جديد على القطيع السياسية بين البلدين التي استمرت قرابة عقد كامل وكيف عادت الحياة إليها من جديد لكن في ظل واقع متغير عما كان عليه الأمر عند حدوث الشيقاق بينهما رئيس النظام التركي رجب أردوغان الذي يرى نفسه راعي الإسلام السياسي في المنطقة لم يستسغ ما آلت إليه الأمور في مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي على وقع احتجاجات شعبية كبيرة عام 2013 وتخذ موقفاً عدائياً تجاه الدولة المصرية فيما بعد وانبرى لمهاجمتها في كل مناسبة وبلا مناسبة أردوغان جعل من تركيا باحة خلفية للإخوان المسلمين لمهاجمة الدولة المصرية وأفسح المجال لهم ولوسائل إعلامهم للعمل هناك دون قيد أو شرط وحاول أكثر من مرة تحجيم دور مصر الإقليمي في عدة ملفات وخاصة القضية الفلسطينية التي تحظى فيها القاهرة على احترام الأطراف كافة على عكس أنقرة التي لا تلقى القبول الحقيقي من قبلة الأبيب مرت سنوات القطيعة وكسبت مصر خلالها احترام المجتمع الدولي وكوانت صداقات جديدة مع دول عدة وقوت علاقاتها السابقة مع جيرانها لا سيما دول الخليج وهو عكس ما حدث مع النظام التركي الذي بدأت علاقته تسوء مع المحيط الإقليمي ومن حضار علاقته مع الإمارات والسعودية إلا مثال حقيقي على ما سبق ومع التهالك الاقتصاد التركي وزيادة التضخم وتدهور العملة المحلية إلى جانب اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا بدأ أردوغان يسلك طريق العودة على مسارين الأول باتجاه الإمارات والسعودية والثاني نحو مصر التودد التركي نحو مصر بدأ عام 2021 حينها بدأت المباحثات بين الكبار المسؤولي وزارتي خارجية البلدين وتسارعت وطيرة تطبيع العلاقات بينهم بعد اللقاء الأول الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس النظام التركي رجب أردوغان على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022 وفي أيلول سبتمبر المنصر أي قبل أن يمر عام على لقائهما الأول التقى مجدداً السيسي بأردوغان خلال مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيو ديلهي وحينها اتفقا على رفع درجة التمثيل الدبلماسي بين بلديهما إلى مستوى السفراء بالعودة إلى اللقاء المرتقب الذي يبدو ظاهره النقاش والتباحث حول القضايا الإقليمية وتتصدرها القضية الفلسطينية وما آلت إليه الأحوال خلال الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس إلا أن الملفات المشتركة ستكون حاضرة وبقوة من خلف الستار إذ ما تزال قضية الترسيم الحدودي الشائكة عالقة بين البلدين فمصر ضمن حلف ثلاثي إلى جانب كل من اليونان وقبرص ومدعوم من فرنسا بينما النظام التركي استغل ضعف الدولة الليبية ووقع مع حكومة فايز السراج عام 2019 اتفاقية ترسيم حدود بحرية بينهما متجاهلا حقوق دول الجوار في مياه المتوسط والثروات التي تكتنزها مياهه أما القضية الثانية والتي لا تقل شأنا عن سابقتها فهي دعم النظام التركي المتنامي واللا محدود للحكومة الليبية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الاتبيبة والكل يذكر عندما تقدمت فصائل الأخوان المسلمين المدعومة من النظام التركي في ليبيا نحو الشرق حينها شدد الرئيس المصري أن مدينتي السرط والجفرة شمال ووسط ليبيا على التوالي هما الخط الأحمر للأمن القومي المصري داعيا إلى عدم اختبار صبر مصر في هذا الشأن في رسالة كانت موجهة حينها إلى النظام التركي الذي أمد تلك الفصائل بالطائرات المسيرة إذن كل شيء متغير في السياسة والثابت الوحيد فيها هو التغير ربما تختلف أهداف الطرفين من الزيارة ومن تمتين العلاقات لكن الساعي إلى هذا التقارب كان النظام التركي إذ كانت تصريحات مسؤوليه تتصدر نشرات الأخبار تباعا في رغبة أنقرة بعودة العلاقات إلى سابق عهدها وهو ما فسره البعض بأنه اعتذار ضمني من النظام التركي للدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر